بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتني مجموعة من الأسئلة تتعلق بحياة الإنسان ما هو الحلال وما هو الحرام في هذه النقاط وهذه الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نجيب على بعضها وإن استطعنا في هذه الحلقة أو الحلقات القادمة إن كان لنا في العمر بقية أن نجيب على كامل هذه الأسئلة أول سؤال يقول فيه باللغة الدارجة شنو حكم الحلف بغير الله أنا ديما كن نحب نحلف نقول أرحمة بابا أولا نقول للسائلة الكريمة رحم الله والدك وأسكنه فسيح جنانه لكن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث جميل جدا وكل أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام جميلة جدا يقول من حلف بغير الله فقد أشرك وإن الشرك لظلم عظيم لماذا؟ لأنك عندما تقسم بالله لأنك تعتمد على قوي لا تصيبه الأغيار هذا الإله قوي لا تصيبه الأغيار فهو غني لا يفتقر وهو قوي لا يصيبه الواد إذن عندما تقسم تعلم يقينا أن هذا الإله الذي أقسمت به لا تصيبه الأغيار لكن أن تقسم براس أمك وبرحمة أبوك وفلان والكعبة هذا نعود إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك إذن علينا أن نعلم ذلك الأمر الثاني الأصل في المؤمن إخوتي في الله الأصل في المؤمن صادق أنت لماذا تقسم؟ لماذا تحلف؟ حتى تثبت لصاحبك أو مخاطبك أنك صادق والمؤمن أصله صادق لا يحتاج إلى يمين حتى تصدقه أنا عندما أقول لك يعني أورد لك قصة أو حديثا أو مشكلة يجب عليك أن تصدقني لأني صادق عندما كثر الكذب وأصبح المزاح عن طريقه الكذب الكثير أصبح الإنسان لا يثق بكلام مخاطبه إلا إذا أقسى وكم من حلف وكم من يمين كاذب كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم لما؟ لأنه هذا كان ما يكون قبل الإسلام فأصبح المسلمون كلمتهم صادقة لا يحتاج إلى هذا القسم فعندما بعدنا عن الدين وصارت بيننا وبين الأوامر والنواهي التي جاء بها الله ورسوله وضعناها على الرفوف وأصبحت كلمة اليمين والقسم سهلة جدا لأن قلوبنا لم تعد لتستنير بالله لم تعد لترى بنور الله أصبحنا كلمة البذاءة وكلمة الكفر والشتيمة أصبحت هي السائدة لا نعمم لكن اذهب وسر في الشوارع في عالمنا الإسلامي من أقصى إلى أقصى ماذا تجد؟ والله كلمات يندلها الجبين كلمات تقول هل هؤلاء قد شربوا من مائد هذا الدين العظيم؟ هل نهلوا من معين الرحمة الإلهية؟ بعض الأحيان أسير في الشارع فأسمع كفراً والله دمعتي تنزل أقول يا رب يا ربي أنزل عليه صاعقة شق فمه هذا الذي رزخته أنت ليتلو قرآنك به ليسبحك آناء الليل وأطراف النهار هذا الفم شق عصى الطاعة عليك هذا الفم الذي أكرمته أنت شتمك وأسقط مقامك يا ربي أنزل عليه صاعقة يا ربي شق فمه فكأن الله يقول لك عبدي لو خلقته لرحمتك فإن أطاعني فأنا حبيبه وإن عصاني فأنا طبيبه أي إله هذا أي عظيم هذا أي خالق هذا والله لنستحي عندما نعصي صغيرة نستحي أن يرانا الله وقد عصيناه بالصغيرة أما نحن فقد عاهدناه أنا دائماً أقول له يا حبيبي وعزتك وجلالك قسماً بأرضك التي أقلت وبسمائك التي أضلت بقرآنك الذي أنزلت بسمائك التي قعلت عهداً لك علي أن لا أعصيك في كبيرة وأن تخفر لي الصغيرة إذن إخوة الإيمان كيف يكون الإنسان أن تخرج من فمه كلمات لا تليق بمؤمن الأصل أنك إذا نطقت بكلمة الكفر خرجت من الملة فعليك أن تجدد العهد مع الله وأن تدخل إلى الدين الله ليس مكاناً وليس كلمة إنما تعبث بها أنت في مرحلة غضب أو في مرحلة حزن لا الله هو أغلم في الوجود لذلك إخوة الإيمان يعني علينا أن نكون عفيفي اللسان أن نكون طاهرين اللسان نسأل الله سبحانه أن يمن علينا بصدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى إذن الأمر الثاني قالت يا شيخ هل نريد أن نزور قبر ولدي بصفة مستمرة نمشي مرة في الأسبوع على الأقل في الأعياد نمشي أيضاً من الذي قال زيارة القبور حرام إذا كانت للاعتبار إذا ذهبت إلى قبر ابنك أو قبر زوجك أو قبر أبيك قفي بأدب دون أن تتمسح بالقبر اقرأ يا سين النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا على موتاكم يا سين خذي العبرة من هذا الحدث اليوم اليوم نقف على القبور وغداً يوقف على قبره اعلمي أننا إلى زوال ترحمي عليه الله سبحانه وتعالى إن الله ليستحيي من عبده المؤمن إن دعا له دعوة أن يرد هاتين اليدين خائبتين الله رحيم يسمع كلامك فإن كنت صادقة يمن عليك بما أنت أهله وبما هو أهله إن شاء الله إذن نحن نزورهم بصفة مستمرة حاولي أن تتصدقي أولاً أن تقرأي القرآن أو بعضاً من القرآن وأن تعتبرين إن في ذلك لا عبرة ثم اجمل ما تقدميه لولدك أو لزوجك المتوفى أو لوالديك صدقة جارية النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من علم ينتفع به أو ولد بار يدعو له أو صدقة جارية فالصدقة الجارية لماذا؟ لأن نفعها يتعداك إلى غيرك يعني أنا عندما أقرأ ياسين أو أدعو الله سبحانه أنا سأستفيد من هذا الدعاء ومن رحمة الله تنزل على روح هذا الميت لكن أخي في الدين لا يستفيد منه ذلك لكن أنا إذا قلت يا ربي عهدا لك علي طوال حياتي لابد أن تكون الطاعة أنت قادرة على فعلها أقول كل راس شهر سأتصدق بخمس دينار على روح والدي على روح ولدي اللهم إني أسألك أن تتقبلها صدقة جارية هذه قلنا من الأعمال التي لا تفنى علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية مش ضروري تعطي مليون ومية وميتين لا العبرة في الفعل لا بالكم فتعالي تصدقي ابنتي بخمس دنانير في الشهر بعشر دنانير كل قدير وقدره إنما تصل لأن الله عن طريق حبيبه بشرنا أنها تصل نسأل الله الصدق فيما نعمل إذن قلنا نحن الحلف بغير الله شرك فيجب أن لا نحلف والأساس أن لا نحلف قط لأن المسلم صادق إن قال صدق الأمر الذي يليه ونقف عنده الأم الأم الحقيقية التي أنجبت لها دور كبير في حسن تربية أبنائها لكن بعض الأحيان في المجتمعات المتقدمة والإمكانيات المتوفرة تأتي الدولة لتجد منظمات إنسانية تتكفل في رعاية برعاية هؤلاء الأيتام بدل أن يكونوا عصاة مجرمين يعني مشتتين في هذه الأرض يسلبون ويسرقون ويقتلون لا جمعتهم الدولة ثم ربما تأتي إنسانة فتكفل يتيمة الكفالة غير التبني التبني حرام أن تعطيه اسمك ولقبك لا أنت أن تكفل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين إذن تستطيع في منظمات إنسانية مثلا مثل اللي عندنا نحن اس أو اس هذه ترعى لكن العظمة فين العظمة بمن يقوم على هذه المؤسسات يجب أن يكون عمله خالصا لله وإن كان يتقاضى راتبا حتى يعيش لكن نيته وصفاء يعني فكره هو أن أعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى لأنقذ هذا اليتيم وأربيه وأنشئه تنشئة صالحة يشهد لي رب العزة حين ألقاه يوم القيامة لا نعلمه إلا ما يرضي الله ولذلك كل رعاية لهذه الدور المخصصة للأيتام لها إذا يعني عرفت الضوابط الشرعية والتربية السليمة الدينية حتى كأنها تدخل تحت قول الحبيب عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين إذن نحن سبحان الله عندما نتحدث عن قرى SOS أو دار الأيتام في هذا البلد أو ذاك كله في سبيل الله إن أحسنت توظيف هذا الدين في تربية هذا النشأ أما إذا وجدنا هذه التربية وفق الأمور الحياتية الجديدة هذا اللباس وهذه القيم اندثرت فأصبحت في عداد التاريخ لا إنما تأخذ أجرك بالقدر الذي أعطيته وانتهى الموضوع لا ربما إذا كان الموضوع أشد خطورة وأنت تعلم ما يجري لا قدر الله نحن نعلم إن شاء الله في بلاد الإسلام كفالة اليتيم ودور الحواء دور الأيتام ودور الرعاية للمسنين يعني القائمون عليها لا نسأل الله أن نحسن الظن بهم عسى أن ينالوا رحمة من الله وخيرا كثيرا هناك إذن إعطاء الزكاة لجمعية SOS إذا علمت أن منهجها الذي تقوم عليه وفق مبادئ الإسلام فأعطي زكاتك نسأل الله القبول إخوة الإيمان ما أجمل الحديث عن الدين وعن العلاقة بين المرء وربه وبين المرء ونبيه وهذه الأعمال الخيرية التي نجدها دائما وأبدا تلهج صدورنا وقلوبنا وألسنتنا بالذكر الطيب نسأل الله أن نكون خدما لهذا الدين أن نعمل وفق منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان أدركنا الوقت ولا يسعني إلا أن نستودعكم الله الدين والإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة